السلام عليكم متتبعي قناة ديزو شنال مرحبا بكم في درس جديد من كتاب المنير في اللغة العربية كتاب المتعلمة والمتعلم للمستوى الخامس من التعليم الابتدائي مرحبا بكم في درس التراكيب وعنوانه المفعول لأجله نقرأ النص وعنوانه العمل في الجريدة ظهر صحفيون متدربون مقر جريدة رغبة في معرفة العمل الصحفي استقبلهم رئيس التحرير إعجابا بزيارتهم وبمجهودهم قائلا نعمل في الجريدة طول النهار أملا في صدورها في وقتها المحدد ونعمل بجد احتراما لقرائنا ونوزعها باكرا ابتغاء جلب قراء ومعلنين جدد أقرأ الجمل وألاحظ الكلمات المكتوبة باللون الأحمر لدينا كلمة رغبة إعجابا تقديرا وأملا واحتراما وابتغاء كما تلاحظون فكل هذه الكلمات هي منصوبة منصوبة بتنوين أو بفتحة وردت هذه الكلمات مصدرا مصدرا لفعل مثلا رغبة مصدر لفعل رغبة وإعجابا لمصدر أعجبا ولا أعجبا نعم حركة آخر هذه الكلمات فتحة كما قلنا سابقا أو بتنوين وذكرت هذه المصادر لبيان سبب وقوع الفعل وتتذكرون هذه المصادر لبيان سبب وقوع الفعل كما في المفعول المطلق لكن الاختلاف بينها وبين المفعول المطلق أن المفعول المطلق يكون مشتقا من الفعل دائما يكون هناك فعل ومصدر يأخذ من نفس الحروف الأصلية للفعل الآن أطرح السؤال لماذا عن كل جملة لماذا زار الصحفيون المتدربون مقر الجريدة ولماذا يعمل الصحفيون في الجريدة طول النهار نعم نجيب عن هذين السؤالين زار الصحفيون المتدربون مقر الجريدة رغبة في معرفة العمل الصحفي ثم يعمل الصحفيون في الجريدة طوال النهار أملا في صدورها في وقتها المحدد لدينا الجواب على لماذا هو رغبة وأملا وكما تلاحظون هنا زار الصحفيون المتدربين مقر الجريدة من أجل رغبتهم في معرفة العمل الصحفي ومن أجل رغبتهم عوضناها برغبة دائما المفعول لأجله يكون من أجل سبب ما نعم يعمل الصحفيون في الجريدة طول النهار من أجل أملهم في صدورها من أجل أملهم عوضت بأملا ثم أسمي الكلمات الملونة بالأحمر مفعولا لأجله لأنها جاءت من أجل سبب ما المفعول لأجله اسم منصوب هو اسم وليس فعل اسم منصوب يذكر لسبب وقوع الفعل الذي قبله نعم لبياني سبب وقوع الفعل الذي قبله ويكونه دائما جوابا على سؤال لماذا أفوا ننتقل إلى فقرة أطبق أضع مفعولا لأجله مناسبا مكان الفراغ وقف التلاميذ احتراما للأستاذ هنا هذا مفعول لأجله منصوب بالفتحة الظاهرة على آخرة وبالتنوين تقيم الدولة معرضا للكتاب حبا للقراء أو تنويرا للقراء نعم حبا أو تنويرا تنويرا للقراء أستخرج المفعول لأجله من هذه الجمل وأكتبه في الخانة المخصصة له في الجدول أشاهد شريطا تلفزيا تحقيقا للفرجة إذن المفعول لأجله في هذه الجملة هو تحقيق تحقيقا عفوا ولكي نتأكد من ذلك نسأل لماذا أشاهد شريطا تلفزيا لماذا أشاهد شريطا تلفزيا أشاهد شريطا تلفزيا تحقيقا للفرجة تحقيقا ومفعول لأجله أعطتني أمي هدية إكراما لي لماذا أعطتني أمي هدية إكراما لي نمر إلى الفقرة أو الحصة الثانية من درس المفعول لأجله وهو للتثبيت والتطبيق أتمم الجملتين الآتيين بمفعول لأجله مناسب ذهبت إلى المسرح حبا للفرجة لماذا ذهبت إلى المسرح حبا للفرجة سافرت مع والدتي رغبة في الراحة رغبة في الراحة أجعل من هذه الألفاظ مفعولا لأجله في جمل مفيدة وأكتب أقف احتراما لأستاذي احتراما هو المفعول لأجله حبا أقرأ الكتب حبا في المطالعة تلبية أصلي تلبية لنداء ربي أصلي تلبية لنداء ربي أسافر رغبة في الاستجمام نعم نمر إلى السؤال الثالث أعرب الجملة الآتية نشط الحكواتي الحلقة رغبة في الامتاع نعم نعم ونعرب نشطة فعل ماض فعل ماض مبني على الفتح فعل ماض مبني على الفتح الحكواتي فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره الحلقة مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره رغبة رغبة مفعول لأجله منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره في حرف جر الإمتاع اسم مجرور وصلنا إلى نهاية الدرس وإلى اللقاء في درس آخر بحول الله شكرا